تمام كده لازم الخريطة دي كده تكون في دماغك عشان اه لو تسألت عليها تكون عرفة يمكن كلها اصلا واخدانها هتنمي اللي فاتت قريبا او السنة اللي فاتت يعني احنا بقى النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الجرانيوليشن الداركت كومبريشن مفيش فيه كلام يعني انت بطرحتك بصعر طول يعني مفيش فيه كلام لك احنا بقى هنتكلم عن الموضوع المهم جدا وهو موضوع الجرانيوليشن وزي ما قلت لك ان الجرانيوليشن نوعين فيه وفيه تمام كده مين المثل لو سألتك في الامتحان في الجرانيوليشن تقول لها تمام طب امتى ما تنفعش تقول لها لو كانت المادة بتاعتها يدور ليزبول الماتيريال او كانت المادة بتاعت ساعتها لازم اعملها بالدراي جرانيوليشن وليس الوود جرانيوليشن لان انا في الوود جرانيوليشن بستخدم ليكوود وبستخدم حرارة عشان اعمل دراين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة